اشتركوا في القناة احداد رسائل اكاديمية بغرض التهجم على مملكة البحرين وترويج الاكاذيب والافتراءات التي ينسب لها انها وقعت خلال احداث 2011 في البحرين حيث تقدمت احدى طالبات الدراسات العليا بجامعة قطر بورقة توصف بانها علمية لأحد المؤتمرات الاكاديمية الدولية تتبنى فيها جملة وتفصيلا ما تم عرضه في برنامج ما خفي اعظم قبل عرضه وهي محاولات بائسة للنيل من البحرين والطعن في انسجام النسيج الاجتماعي الذي يشهد له القاصي والداني وكل صادق عرف مملكة البحرين حق المعرفة كما ان ازدياد وتيرة المحاولات للمساس بالنسيج الاجتماعي البحريني في الاوينات الاخيرة له دلالات على فقدان القيادة القطرية لدفة العقلانية وانعادة تناول وبث هذه الاحداث هو دليل على تأمرها في عام 2011 على البحرين وما محاولاتها الان الا بعد ان تجرعت الهزيمة وهذا هو حال المهزوم ان الاستمرار في عرض الزيف والكذب واجترار المصادر المشبوهة في التطرق لاحداث تجاوزتها مملكة البحرين بفضل ادارة وحنكة جلالة الملك المفدى ايده الله واتماسك شعبه ووعيه بما يحاك وهو ما يعكس المسافة الواحدة بين جلالة الملك وابناء الشعب البحريني بكافة طوائفه يمثل الافلاس الحقيقي الذي وصلت اليه قطر المارقة وتخبطها في تلمس مخارج اخرى لازمتها الحقيقية مع الدول الاربع المقاطعة لها نظرا لسلوكها الارهابي والذي لن ينفرج بالطعن في مملكة البحرين والمرهن على احداث شق في الصف البحريني باعتبار مملكة البحرين عصية وسورها من الارتفاع لا يمكن تجاوزه ولن تكون البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى وبقوة شعبه موطئ قدم لخائن وناكر للقيم والمبادئ القومية العربية الاصيلة او منبرا ينفث السموم في جسم الامة ان الزج بالطلبة القطريين المبتعثين من قبل النظام لاستكمال الدراسات العليا لعداد رسائل اكاديمية تحمل في طياتها البغضة والكرهية ونبش الماضي وتضييل حقائقه هو فعل ينم عن الدنس والخبث والرغبة في توسيع شريحة المتآمرين على البحرين والمنطقة وان هذا الدور لم يكن خافيا في التصرفات القطرية الخبيثة التي تشير الى اعتماد المال القطري في شراء المؤسسات الاكاديمية ومراكز الابحاث واعتمادها كسلاح للتأثير على اصحاب الرأي من اكاديميين ومفكرين وصناع قرار لتضليل الرأي العام الدولي ورسم اهداف بعيدة عن المسار الحقيقي ان الامثلة كثيرة عبر الحقبة الماضية وتزاد خبثا ودناء الا ان اعادة رواية احداث مضت على شكل مؤامرات ذي طابع روايات بوليسية وبشكل متكرر وعلى منصات مختلفة ينم عن ضعف الموقف القطري وافلاسه ان هذا الاسلوب المستفز يعد تدخلا سافرا في الشأن البحريني واستمرارا في مهاجمة البحرين والتدخل في الشأن المحلي سرا وعلانية وهما يخرج النظام القطري المارق عن كافة المبادئ التي نؤمن بها كشعوب خليجية مرتبطة ارتباطا عضويا ببعضها البعض والركون الى معسكرات الشر التي تريد الفرقة والفوضى وتبني ورعاية الفكر المتطرف من خلال دعم قوى الشر من الميليشيات واصحاب الافكار المتطرفة والذي بات المال القطري وقودها لنشر شرورها في المنطقة والعالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر